يا العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات الأعزاء أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلازلنا نتابع معا تفسير الآيات العلمية في القرآن الكريم ووصلنا معا إلى صورة العنكبوت وهذه الصورة المباركة كما في الصورة السابقة عليها صورة القصص مليئة بقصص عدد من الأنبياء وتفاعل أممهم معهم وهذا القصص يقع في دائرة الإعجاز الإنبائي والتاريخي في القرآن الكريم والذي لا نتعرض له الآن ولكن أؤكد على أن تحقيقه من أعظم دلالات الإعجاز في القرآن الكريم لأن القصة أو الواقع التاريخية لها في نفس الإنسان الأثار ما لا يحققه أي شيء آخر وأنتقل في هذه الصورة إلى قول ربنا تبارك وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون هذه الإشارة هي التي سميت باسم الصورة صورة العنكبوت وكما أشرنا في لقاء سابق أن من معجزات القرآن الكريم أن الصورة إذا سميت باسم كائن من الكائنات إذا كان هذا الكائن يحيى في جماعة جاء اسم الصورة بالجمة وإذا كان يحيى حياة منفردة جاء اسم الصورة بالإفراد فالعنكبوت لا يحيى حياة جماعية إلا في فترة التزاوج والاحتضان البيض ولذلك سميت الصورة بالإفراد صورة العنكبوت والآية تشير إلى الذين يتخذون أولياء من دون الله يعني العبد من عباد الله الذي يترك رب هذا الكون هو مليك ويترك صاحب السلطان في هذا الوجود ويلجأ إلى غير الله كالذي يلجأ إلى حائط مائل يكاد ينهر عليه فيدمره فالآية تقول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته وانظروا إلى روعة التعبير القرآني في الفعل اتخذت لأن الذي يبني بيت العنكبوت الأنثى لا يبنيه الذكر اتخذت بيته وإن أوهن البيوت إلى بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون أولا من النحية المادية بيت العنكبوت هو أضعف البيوت لأنه عبارة عن مجموعة من الخيوط الحريرية التي تفرزها الأنثى من مغازل خاصة في بطنها وهذه الخيوط الحريرية تجدل جدلا محكما للغاية ولكن يبقى البيت لا يقي من حر ولا يقي من برد بيت مفتوح مكشوف بين هذه الخيوط مسافات بينية هائلة فبيت لا يقي من الحر ولا يقي من البرد لو هبت عاصفة قد تدمره أقل شيء قد يزيله فهو بيت ضعيف من النحية المادية وإن كان من الثابت علميا أن الحرير الذي يبنى منه بيت العنكبوت يفوق نظيره من الصلب عدة مرات وهذه آية من آية الله سبحانه وتعالى أن هذه الخيوط فائقة الدقة وفائقة القوة وفائقة المتانة وفائقة القدرة على تقبل الضغوط حتى تتمكن العنكبوت من استياض فرائسها بمتاهة سؤولة وهي في هذا البيت ومن الغريب أن هذه العنكبوتة يعني أو هذا الحيوان الضئيل يختبئ في مكان بعيد ويربط بيته بخيط دقيق للغاية فإذا شعر بالخطر انتقل إلى هذا المخبأ وإذا شعر بالأمان عاد إلى بيته والآية تقول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون فمن الناحية المادية هذا البيت بيت ضعيف للغاية يعني لا يسطر من برد ولا مطر ولا يقي من حر ولا قيض ولا يحمي من عواصف يعني مدمرة لا يقي شيئا ونعجب أيضا أنه من ناحية معنوية نجد هذا البيت منهار معنويا فالأنثى تقتل زوجها بمجرد إخصابها وتنتهبه تأكله وتضع البيض وتنتظر حتى يفقسه البيض والبيض يفقس يعني في كيس محدود فحينما يفقسه البيض قد يكون العدد أكبر من الساحة الموجودة فيبدأ الإخوة يأكلوا بعضهم بعضا فهذا بيت لا يوجد فيه أي نوع من أنواع الرحمة بين الزوجة وزوجها أو بين الإخوة والأخوات بعضهم البعض فأراد ربنا تبارك وتعالى أن يشبه الذي يلجأ لغير الله أو الذي يعبد غير الله أو الذي يتوكل على غير الله يشبه ذلك بالذي يلجأ إلى شيء هاوي ضعيف خرب لا يدعمه ولا يسنده ولا يقويه فشبه ذلك ببيت العنكبوت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ونرى هذه الومضات المعجزة تسمية الصورة بالإفراد لأن العنكبوت يحيى حياة منفردة الإشارة إلى اتخذت إلى أنثى العنكبوت في بناء البيت لأنها هي التي تقوم ببناء البيت الإشارة إلى وهن هذا البيت من الناحيتين المادية والمعنوية فمن الناحية المادية أنه بيت يعني مفتوح مكشوف لا يقي من حر ولا برد لا يقي من مطر ولا من عواصف وفي نفس الوقت من الناحية المعنوية هو بيت خرب لا يقوم على التراحم لا يقوم على المودة فالأنثى العنكبوت تأكل زوجها أو تقتله وتأكله بجرد إقصابها والإخوة الأخوات حينما يخرجون من البيض بعد الفقص يقتل أحدهم أخاه حتى تبقى مساحة لعدد قليل من تلك الأفراد والمثل هنا فائق الدقة في التشبيه وكما قلنا مرات عديدة أن الآية القرآنية الكريمة تأتي في مقام التشبيه أو المجاز أو ضرب المثل ولكنها تبقى من الناحية العلمية دقيقة دقة مطلقة لأن هذا كلام الله الخارق الذي لا يتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بعد ذلك تنتقل الآيات إلى نقلة أخرى في قول ربنا تبارك وتعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لا آية للمؤمنين وندرك أن كل أمر في السماوات والأرض تم بدقة فائقة وبحساب دقيق للغاية يشهد للخالق سبحانه وتعالى بالألوهية وبالربوبية وبالخالقية وبالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه ولعلنا ذكرنا في حلقة سابقة أن أحد علماء الفلك المعاصرين يقول ثبت لنا أن هذا الكون بدأ بعملية انفجار وقال أنه من طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى بعثرة المادة وتنافرها في كل اتجاه ولكن انفجار يؤدي إلى بناء تنضبط فيه الكتل والمسافات والأحجام والسرعات والعلاقات بهذه الدقة الفائقة انفجار يؤدي إلى بناء لا بد أن يكون قد سبقه تقدير عليم حكيم خبير هو الله الخالق سبحانه وتعالى ولذلك قالت الآية خلق الله السماوات والأرض بالحق يعني بدقة فائقة ونظام محكوم بقواعد منضبطة وهو الحق إن في ذلك لا آية للمؤمنين ولذلك كان التأمل في الكون وسيلة من وسائل التعرف على الله سبحانه وتعالى قبل أن يصل الوحي لكثير من الأنبياء كما كان الحال مع سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد ذلك تنتقل الصورة المباركة إلى استعراض بقية قصص الأنبياء وقلت يعني أن هذا القصص لو تم تحقيقه تحقيقا ميدانيا جغرافيا تاريخيا لأصبح ورقة دعوة راقية إلى أهل عصرنا الذين يهزهم التاريخ ويهزهم الدليل المدل الملموس كما لا يهزهم شيء آخر وإلى لقاء قادم إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته